السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النطبخ على نار هادي عمل لكم النهاردة ان شاء الله الكشر المصري بكل أسراره زي بتاع المحلات وأحسن كمان ان شاء الله على قل دميني النظافة مقدمة معي السوس الأحمر الشطة والسلسة العادية وشوية عيش كده متحمصين لكن في المحل بالزبط فان شاء الله الوصفة تعجبكم وهنا دي شطة ودقة وسلسة وشوية عيش محمصين تعملوهم في بيتي كده أكلنك في المحل بالزبط وفلفل ان شاء الله الوصفة تعجبكم يلا نسمي بسم الله ونبدأ الوصفة هنا عندي بصل مقطعه كده جوانح ومكارونا وده حمص أنا سلقه بتنقعيني 12 ساعة وتسلقين أنا بسلق كمية وأسيبها عندي في التلاجة لما احتاجها وتوم وشعرية ورز الكميات طبعا على حسب الأفراد البيت أنا الكمية دي تكفيني فقوه هنا لتر طماطب عشان السلسة هنا عندي بقى أول حاجة هعمل هحمر البصل طبعا حطيت عليه معلقة دقيق وقلبته معلقة الدقيق بتخليه أرمش زي الجهز بالزبط دي برض من أسرار البصل عشان تخليه أرمش زي الجهز بالزبط هنا نحمره كويس هناك خلاص كده لونه بقى كويس قوي مصد اللونه عملي ازاي هنا بقى هاخد طبعا صفيت الزيت وهاخد كده كبشة زيت منه زيت البصل اللي أنا قالت به أنا صفيته وأخدته هحط طوم عشان أعمل الصلسة الحمرة نخليها كده لون هابينك زي ما انتو شايفين كده دهبي أحط شوية خل في حدود معلقتين وعليها الصلسة عمزل بقى بشوية ملح ربع معلقة سكر شوية فلفل أسود ده مكعب ماجي لو مش عايزها ما فيش مشكلة ممكن تستغني عندهم بس بيدي تطعيمة حلوة هنا غلية راح تحطها نصف معلقة كامون صغيرة هسيبها بقى براحتها هوطي عليها واسيبها تستوي براحتها هاخد برضو شوية زيت شوية زيت صغيرين وربع معلقة توم وهنزل بالعس أنا نقعيه ساعتين وبردو مكعب ماجي وهحط شوية مياه صغيرين مجرد إن أنا بس أشربه هو قريتجي يعني خلاص مستوي لما نقعه ساعتين هو بس شوية مياه صغيرين كده بس عشان يستوي وزبط ملحه وشوية كامون صغيرين بس كده تمام أسيبه برضو يستوي هنا بقى هاصلوا الماكارونة مكارونة شوية ملح وهنزل بالمكارونة هي الماكارونة بتاخد في حدود من 8-10 دقائق سوي طبعا هنا أنا على العدسة هو على النار كله طبعا كل حاجة على عين هو الكشري بتعملي الكشري عفوا ودي الصلصة هو الكشري طبعا إيه انت بتعملي كله كده مع بعضه برضو هاخد شوية زيت عشان نعمل بقى الدقا هنا شوية بس ما بتغيرش لونها مجرد بس كده ريحة التوم بتطلع هنزل بشوية خل وشوية مية بس كده هي كده جهزة بس وحضو شوية ملح وشوية كمون خلاص هي كده جهزت دي الدقا البيضة البيضة هنا بقى هعمل بقى الشطة معلقة شطة على برضو معلقة زيت من برضو زيت البصل وهنزل بالسلصة الحمرة اللي انا عمليها اللي هي العادية بتاعت الكشري هنزل كبشتين كده وكده برضو يبقى السلصة الحمرة جهزت هنعمل بقى الروز برضو هحط شوية زيت وشوية الشعرية حمره حمره لحد ما توصل اللون ده دهبي وانزل بالروز والروز المصري بياخد كوباية مية هي كوباية مية بالزبط لان الشعرية ما بتاخدش حاجة يعني عشان يطلع مفلفل كويس بحط برضو شوية الملح بزبط الملح بتاعي وبسيبه بقى يحارمش كده في الحلة يعني ايه بسيبه لما السمنة تتغلف كل الروز زاية وانزل بالمقدار المية الروز ببقى سخن والمية مغلية برضو تحط مية سخنة عشان يطلع معاك مفلفل تحط ميقدارك كده برضو هو خلاص كده بسيبه بقى يغلي غلويتين وبعد كده اروح معطيه عليه هو كده خلاص شرب المية بس طبعا فيه شوية مية خفاف هوطي بقى عليه على النار هادية خالص ولو عندك شياطة حطيها هسيبه بقى لحد ما يستيبه هو كده خلاص تمام استوى بص وعمل زي مفلفل كده خلاص هو جهز كده الكشري كله طبعا جيز انا بقى طبعا حطيت انت بقى بتحطي الكشري بقى زي ما انت عايزة طبقة رز عليها مكارونة عليها العدس عليها طبعا شوية الحمص والشطة الحمرة والدقة والسوس الاحمر اللي هي الشطة وعندك شوية عيش حمصيهم لكنك في محل وان شاء الله الوصفة تعجبكم رز مفلفل والحاجة مفلفلة وان شاء الله المكارونة بتقليبها في معلقة زيت لما بتصفيها انتو بقى مفلفلة معاك ان شاء الله بقى لو عجبتكم الوصفة ما تنسينيش لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته